الحمد لله رب العالمين ذلك الكتاب لا ريب فيه ادل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنزلتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصرهم أشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقلوا وامن بالله وباليوم الأخير وما هم مؤمنين يخادعون الله والذين أملوا وما يقدعون إلا أنفسهم ويشعرون في قلوبهم مرضون فسادهم اللهم الأضاء ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في رضي قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم أمنوا كما أمن الناس قالوا أنا أمنوا كما أمن الصفاء وعلى إنهم هم الصفاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمنوا وإذا خلوا إلى شياطنهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستأزئون الله يستأزئ بهم ويمتن في طغيانهم يعمهم أولئك الذين اشتروا فاللت بالهدى فما ربحت دارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون صنوا البكم نوم يوم فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبارق يجعلون أصابعهم في آذنهم من الصواعق حذر للموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لا ذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقته الليلة من قبلك نعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءه وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمارات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا غتاقوا النار التي يخدها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمارات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أجراج طهرة وهم فيها خالد إن الله لا يستحي أن يضلب مثلا ما بعضة كما فوقها فأما الذين أمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقلنا ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويسدنا في العضي أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يحيطكم ثم يحيطكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عارم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعلهم في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يرسد فيها ويسك الدماء ونحن نسمح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لتعلم وعلم آدم الأسماء كل أسماء رضا على الملائكة فقال أنبئني بأسماء هؤلاء هم كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السموات يرضي وعلم ما كنتم وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا أستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكنا أنت والزوجك جنة وكلها منها راغا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا بطبع عضوكم لبعض عضوه ولكم في العضو مستقرون ومتعون إلى حين فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا بطمنا جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تابعه دائق لا خوف عليهم لهم حسن والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار فيها خالد يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أفض بعهدي في بعهدكم وإيايا فرعبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم لا تكونوا من أول كافرين ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبيديو تنسون عنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلوا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم جلي راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تأجيسي نفس عن نفسه شيئا ولا يقبلوا إنا شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرغنا يسبناكم سوى العذاب يذبحون أبنائكم وأستعين نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرضنا بكم البحر فأنجيناكم وعظراتنا لك رعون وأنتم تنظرون وإذ وععدنا المساء أربعين على ليلة أنتم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون ومعفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ أعطينا المساء الكتابة والفرقانة لعلكم تهتدون وإذ قال المساء القومية ومنكم ظلمتم ومنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى على أنه من لك حتى أرى الله جارة فأخذتم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الرمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القضية فكلوا منها حيث تشيتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطاكم نغفل لكم قطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السباء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا ضرب بعصاك الحجر فانفجرتهم اثنت عشرة عيما قد علم كل ناس ما شربهم قلوا واشربوا من رزق الله ولا تعفوا بلو مفسدين وإذ قلتم يا موسى لأن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وقومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم ثلة المسكنة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا الذين آبوا النصار والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا قوت عليهم لهم يحسرون وإذ أخذنا ميتاقكم ورفعنا قوتكم الطر خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضلوا الله عليكم رحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كموا قرادة خاسرين فاجعلناها نكاذا لما بين يديها وما خلفها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرا قالوا أتتخذناه كما قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبيلنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا ذكر أعوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبيلنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة سفراء فاقع له تسر الناظرين قالوا ادعوا لنا ربك يبيلنا ماهي قالوا مخرج ما كنتم تكتمون فقل لضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريد ما ياتي لعلكم تعاقلون ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعالون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحذفونه من بعد ما عقلوهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجيكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يصر وما يعلن ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم لا يضمون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثملا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقعوا لم تمسنا النار إلا أياما معدودة قل لاتخذتم عند الله عادا فلن يقرف الله عادا وامتخذون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئة وأحافظ به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الحمد لله حضرت مصباح القرآن علامہ حافظ عبداللہ قریش عظهری علی الرحمن سابقا نائب شیخ الجامعہ وخطیب مکہ مزید حضراباد کی نماز ترابع میں قرآن مجید کی علاوة کے ساتھ ساتھ رکوع سجود اور دعائیں بھی ریکارڈ تھی ان کو علاہ دا کر کے مکمل قرآن مجید پاروں کے حساب سے ترتیب دیا گیا جمع و ترتیب طالب دعا قلمز مصباح القرآن حافظ محمد ذاکر حسین حسین کامل الحديث جامعی نظامی حضراباد وَئِذَا اخَذْنَا مِتَاقَ بَنِي اسْرَائِنَا لَا تَعْبُّوا إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ وَدِالْقُرْبَا وَلْيَتَامَ وَالْمَسَاكِنِ وَقُولُوا لِلنَّا تِحُسْنُ وَأَقِيمُوا الصلاةً وَأَتُوا الْزَكَىٰ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تأسكنا دماءك ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرأتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعضوان وإياكم سارا تفاده وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب يتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الله خزيهم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتراهوا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف معهم العذاب ولهم ينصرون ولقد آتينا مصر الكتاب وخفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسل بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم فريقا تقتلون وقالوا قلوبنا أغلب بل لعانهم الله بكفرهم فقليلا مما يعملون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معاهم وكانوا من قبل يستفتيحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعانة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم ويكفروا بما أنزل الله باغيا أن ينسل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم أمنوا بما أنزل الله قالوا أنه بما أنزل علينا ويكفرون بما أراءه وهو الحق صدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل كنتم مؤمنين ولقد جاءكم مسابل بينك ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتناكم بقوةهم واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الأخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عالم بالظالمين ولا تجد أنه محرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحد ليعمروا الفسنة وما هو بمزح زيحه من العذب أن يؤمر والله بصير بما يعلم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وودا وبشرى للمؤفرين من كان عدوا لله وملائكتي ورسلي وجبريل وميكلة فإن الله عدوا للكافرين ولقد أنزل للكما يتم بينات وما يكفر بها إلا الفاسق أو كلما عهدوا وعدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عمد الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء أغورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تأكل شياطين على ملك السليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت ومر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة ولا تكفر فيتعلمنا منهما ما يفرق نبي بين المرء والزوج وما هم بضار نبي من أحد إلا بإذن الله ويتعلمنا ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لما نشترى ما له في الآخرة من خلاقه ولا بإسم ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثبتهم من عند الله الخير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقلوا رعينا وقلوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم ما يعد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يقتص برحمته من يشاء والله هو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله لهمك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدنا أن تسألوا رسولكم كما سيلا موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب له يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما توين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برعانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجهو عند ربي ولا قوف عليهم ولا هم يحسنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتنون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل خلهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممنع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم من يدخلها إلا خائفين لهم في الدنيا خسي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض فإذا قاضى أمرهم فإنما يقول لكم فيكم وقال الذين لا يعلمونه لا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قومهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآية لقوم يوقنون إنا أرسلنك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولين توا تهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من من ولي ولا نصير الذي ناتهنهم الكتابة يكونوا حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاصرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تأجسي نفسه عن نفسه شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعوا شفاعتم له ينصر وإذ بثال إبراهيم ربو بكلمات فأتمون قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أعد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمن واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل مطهر بيتي للطائفين للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدنا منا وارزق أعلى من الثمرات من أمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب معه وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل مننا إنك أن تسمع العظيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعثهم رسولا بذن يطنوا علي مآتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويسكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن منتي إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بني ويعقب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقب الموت إذ قال لبني ما تعبدوا من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعوالون وقالوا كونوا هودا أو نصارا وقالوا كونوا هودا أو نصارا تهتدون قل بل ملة إبراهيم حنيفهم وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلنا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعطبوا الأصباط وما وما أتي موسى وعسى وما أتي النبينا من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنوا به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاقهم فسيكفي كوم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعطب والأصباط كانوا هدن أو نصارى قل أأنتم أعلموا أم الله ومن أظلمهم من كتم شهدت عنده من الله وما الله يغافر عما تعالون تلك أمة قد خلت لا ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعلمون سيقول الصفاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وساطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسل عليكم شهدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسل ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين أدى الله فما كان الله لضياء إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولي أنك قبلة تضاء فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهة شطرة وإن الذين أوتوا الكتابة لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عن ما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتابة بكل آيات ما اتبعوا قبلتك وما أمت بتابع من قبلتهم وما بعضهم بتابع من قبلت بعض ولئن اتبعت أهواء من بعض ما جاءك من العلم إنك إذن من الظالمين الذين أتيناهم الكتابة يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحقهم يعرفون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو مولية فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء مقدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عن ما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطر لألا أكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشون وخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يطلع عليكم أهاتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتابة والحكمة ويعلمكم ما لكم تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله أمع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نابلوا أنكم بشيء من الخوف والبيع ونقص من الأموال والأنفس والثمارات وبشر الصابرين الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راضعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئكم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائل الله ومن حتى البيتاء ويعتمر فلا جناح عليه أن يطوق بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكرنا عليه إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللا عين إلا الذين تابوا وصلحوا وبيعهم فأولئك أتبوا عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا ما تنفروا أولئك عليهم لعمة الله والملائكة والناس يجمعون خالدين فيها لا يقففوا عنه العداب ولهم ينظروا وإلهكم لهم واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات ورضي واختراف الليل والنهر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما إنفع أحيابه لغبا بعد مطيعة وتصريف الرياح وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقومه عقل ومن الناس من يتخذ من ذلك أمدادا يحبونهم كحب الله والذين أمانوا وشدوا حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذب وتقطعتهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجنا من النار يا أيها الناس كلوا من ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوة الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفعشى أيها أن تقولوا على الله ما لا تعلموا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزر الله وقالوا أن نتبعوا ما ألفين علي آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمعوا إلا دعاء ونداء صم بكم عميونكم لا يعقلون يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما ورزقناكم واشكروا لله إن كنتم يوتعودون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزر وما أولى به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عدم فإن الله وقل الرحيم فإن ولا عدم فلا إثم عليه إن الله وقل الرحيم إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب واشترون به ثمنا قليلا يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما ورزقناكم واشكروا لله إن كنتم يوتعودون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزر وما أولى به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عدم فلا إثم عليه إن الله وقل الرحيم إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب واشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطولهم إلا نرى أولئك اللهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشترون ضلالة بالهدى والعذب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على عبيد بالقربة واليتم والمساكن وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأتى الزكاة والمفنى بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم التقون يا أيها الذين ونكتب عليكم القصاص بالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأمثى بالأمثى فمن عفية له من أخيه شيء فاتباعهم بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن يعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياتياء للألباب العام لكم تتقون فاتب عليكم إذا حضر أحدكم وطن ترك خيرا للوصية للوالدين الأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبتلونه إن الله سميع ونعليم فمن قاب من مصنجنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثما عليه إن الله وفور ورحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معذودا فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدتهم من أيام أخر وعلى الذين يطيقون فدية طعم مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وذل للناس يبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا وعلى سفر فعدتهم من أيام أخر يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العصر ولتكملوا العدتة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة التاعي إذا ذهاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم أعلم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتابع عليكم وعفوانكم فالآن أباشرون وأبتعوا ما كتب الله لكم وكلوا وشربوا حتى أتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسد من الفاجع ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله وآتي للناس العلم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وفضلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإذن وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقع للناس والحج وليس البر بأن تأكل بيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب الموتدين وقتلوهم حيث تقتلوهم فأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القاتل ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك أجازاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفروا رحيم وقاتلوهم حتى لا تكن فتة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عطوانا إلا على الضالبين الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات والقصاص فمن يعتد عليكم فاعتدوا عليهم مثل ما اعتد عليكم واتقوا الله وعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا إن الله يحب المفسرين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسنتكم استيسروا من الهدي ولا تحليقوا رؤوسكم حتى يبلغوا الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسروا من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام فاتقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب الحج ينشر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا أرى فسألاك السفا ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الساج التقوى والتقنياء للألباب ليس عليكم جناحنا أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أقضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم فإن كنتم من قبله لمن الظالمين ثم أفضوا من حيث أفضع الناس واذفروا الله إن الله أكون وحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذفروا الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا نعط أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل فيه من فلا يتمع عليه ومن تأخر فلا يتمع عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوه في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألبد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويلك الحق والناس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذه العزة بالإثم فحقه جهنم ولا بإسلمهاد ومن الناس من يشري نفسه اتغاء مرضات الله والله رؤوكم بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا بالسلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زلتم من بعد ما جاءتكم بينات فعلموا فإن زلتم من بعد ما جاءتكم بينات فعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ضلل من الغمام والملائكة والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور الحمد لله حضرت مصباح القرآن علامہ حافظ عبداللہ قریش عزهری علی الرحمہ سابقا نائب شیخ الجامعہ وخطیب مکہ مزید حضراباد کی نماز ترابع میں قرآن مجید کی علاوات کے ساتھ ساتھ رکوع سجود اور دعائیں بھی ریکارڈ تھی ان کو علاہ دا کر کے مکمل قرآن مجید پاروں کے حساب سے ترتیب دیا گیا جمع و ترتیب طالب دعا قلمیز مصباح القرآن حافظ محمد ذاکر حسین کامل الحديث جامع نظامیہ حضراباد سالبانی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بین ومن يبدل نعمت اللہ ان بعد ما جاءت ان اللہ شدید العقاب زین للذین کفروا الحیات الدنيا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامة واللہ یرزق من يشاء بغیر حساب كان الناس امتا واحدا فبعث اللہ نبینا مبشرین ومنزرین وانزل معاهم الكتاب بالحق یحقم بجن الناس لما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الّذین اتقوا من بعض ما جاءت بغیر بينهم فهذا اللہ الّذین آمنوا لما اختلفوا فيه من العقب اذنه والله یهدی من يشاء الى صراط المستقيم ام حسبت من تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثال الذین خلوا من قبلكم مستم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسل والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب يسألنك ماذا ينفقج قل ما انفقتم من خير فللوالدین والاقرب وليتمر المساكن وذن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عارم اتباع عليكم القتال والوكرون لكم وعنسا ان تكرهوا شيئا هو خير لكم وعنسا ان تحبوا شيئا هو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون يسألونك عن شهر الحرام قتالهم فيه قل قتالهم فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج آله منه اكبر عن الله والفتنة اكبر من القاتل ولا يسألونك حتى يردوكم عن دينكم من استطاعوا ومن يردد منكم عن دينه فيمده وكافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب المارد وفيها خالدون إن الذين أمنوا الذين أجلوا وجاهدوا في السبيل الله أولئك يردون رحمة الله والله غفور ورحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إذن كبير ومنافع للناس وإذنهما كبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العقوة وكذلك يبين الله لكم العيات العالة لكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامة قل إصلاح لهم خير وإن تخالدون في إقوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعمتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركين ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمت مؤمنة خير من المشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمن ولا عبدهم مؤمن خير من المشركة ولو أعجبكم أولئك يدون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس العالمين تذكرون ويسألونك عن المحيظ قلوا أذن فاعتزلوا النساء في المحيظ ولا تقربون حتى حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرصوا لكم فأتوا حرصكم أن ناشئتم فقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم لا قوة بشر المؤفرين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم والله وفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله وفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سبيع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة فرور ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أراجوا مصلاحا ولهن مثل الذي علين بالمعروف والرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف وتسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا لله إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله فإن خفت من لا يقيمها حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعذ حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل لهم من بعد حتى تأنكحا سوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظناءا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يغيرها لقوية لهم وإذا طلقت من نساء فبالغناج لهم فامسدهن بمعروف أو سريحون بمعروفهم ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله سواء واذكروا نحمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبالغناج لهم فلا تعظلون أن ينكحن أسواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ بهما أن كان منكم يؤمنوا بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم أنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسفتهن بالمعروف لا تكلف نفسهن لا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فإن أراد أفصالا عن تراض منه وتشاور فلا جنح عليهم وإن رطبا تسترضي أولادكم فلا جنح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفن منك واذرون أزلاج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر فإذا بلغنا جالهن فلا جنح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جنح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء يوأتمنتم في أنفسكم أعلم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوا من نسرا إلا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب وجله وعلموا أن الله يعلم ما فيه أنفسكم فاحذروا وعلموا أن الله هو أفر حليم لا جنح عليكم إن طلقتم النساء على أنفسهن وتفريضوا لهم فريضة فريضة ومتعون على المسيح قدروا وعلى المقتر قدروا متاعا بالمعروف حقا على المحسرين وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقادوا فراضتم لهم فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا للأيقانتين فإن خفتم فرجالا أو رحبانا فإذا أمنتم فاذكروا كما علمكم ما لم تكن تعلمون والذين يتوفن منكم يدرون أزواجهم وصية وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جنح عليكم فيما فعلنا فيه أمزهنا من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاعهم بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته العن لكم تعقلون ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ولوفا حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذي فضل على الناس لكن أكرى الناس لا أشكرهم وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عظيم من ذا الذي يقرض الله قفا حسنا فيضعفه له أضعفا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم ترى إلى الملايين من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيه لهم وبعث لنا ملكا نقاتل بسبيل الله قال هل عسيتم كتب عليكم قتالوا لا تقاتلوا قالوا ما لنا لا نقاتل بسبيل الله وقد خرجنا من ديارنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم قتالوا تولوا إلا قليلا منهم والله عالم بالظالمين وقال لهم النبيهم إن الله قاد بعث لكم طالوة ملكا قالوا أناكم له الملك علينا ونحن أحق بالملك ولم ارتسعتم من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسططا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عظيم وقال لهم نبيه إن آية ملكية يأتيكم التابد في سكنة من ربكم وبقية مما تراك آل موسى وآل هار تحمله الملائكة إن في ذلك لها تلكم إن كنتم مؤبرين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتلكم بنار فمن شارب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني إلا من اغترفه فتم بيده فشاربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه ووالذين أرواه قالوا لا طاقة لنا اليوم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالة وجنوده قال الذين يظلون أنهم ملاقوا الله كم من فياتهم قليلة غلبت غلبت كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برسوا لجالة وجنوده قالوا ربنا أفض علينا صبر ومتب تقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأزموهم بإذن الله وقاتل داود جانو تواتى اللهم ملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا ولولا دفعوا الله النسى بعضهم ببعض لتسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نفلوها هالك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح الخدس ولو شاء اللهم قوتت للذين من بعد ما جاءته البينات ولكن اختلت فمن أم من آمن ومن من كفر ولو شاء اللهم قوتت ولكن الله يفعل ما يريد يا أي الذين آمنوا وأنفقوا مما رازقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بي ولا ولا شفاعة والكافر موم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا لوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإني يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حكوما وهو العلي العظيم لا إكرم في الدين قد تبين رفت من الغي فمن يكر بالطاوت ويؤمن بالله فقديس تمسك بالعرة الوطا لن تصم لها والله سميع نار الله ولي الذي عبر يخرج من الظلمات إلى النور والذين كفروا أملياؤهم الطاوت يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار ينقيا وخالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربيه أن آتأ الله الملك إذ قال إبراهيم ربيه الذي يحيي ويمين قال أنا أحيي وأمين قال إبراهيم فإن الله والله لا يهدي القرم الظالمين أو كالذي مر على قرية ويخاوية على عرشها قال أنا يحيي هذه لو بعد نوتها فأمات الله مئة عمين ثم بعث قال كم لبت قال لبت يوم وبعضهم قال بل لبت مئة عمين فانظر إلى طعمك وشرابك لم ينتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آتا للناس وانظر إلى العظام كيف نمش الزواء ثم نكس ولحمة فلما تبين له قال أعلم أن الله لكم شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال فأخذ أرواة من الطي فصروا إليك وما جعل كل جبال منه جزء ثم دعوه يأتينك سائع وأعلم أن الله عزيز حكيم مثال الذي نهي فقنا ولو في سعي ليك مثال عبتنا بتات في كل سنبلة يتحبه والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم الذي نفقنا ولهم في سبيل الله ما لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا قوف عليهم ولهم يحزن قول معروف ومغفرة من خير يتبعها أذى قول معروف ومغفرة من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيون الذين آمنوا لا تبقلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا إمن بالله واليوم العاقر فمثله كمثل سطوان علي تراب فأصبه عبد المطرف الصلاة لا يقدر على شيء مما كسبوا والله لا يعدل قوم الكافرين ومثل الذين ينفقون ما له مبتغاء مرضى تذبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة ما صابها وابر فآتتوا كلها ضعفين فإن لم يصبها وابر فطل والله ما تعملون بصير أرد أحدكم أن تكون لو جنة من نخل وأعناف تجري من تحت النار لو فيها من كل ثمار وأصابوا الكبر ولو ذريتهم ضعفا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا ولا تأمموا الخبيث من تنفقون ولستم بآخذ إلا أن تؤمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأموكم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه فضلا والله واسع عديد يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد وتي خيرا كثيرا وما يذكروا إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبهدوا الصدقان فنعماه وإن تخواتوا تهى الفقراء فخير لكم ويفكر عنكم من سيئاتكم والله وما تعملون الخبير ليس عليك هدىهم ولكن الله يهدي من يشاء واتنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يرفي إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفق تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس الحافى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنار سيرون وعلى نيتهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولهم يحزرون الذين أكلوا الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطوا الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلهم عن السلف فأمره إلى الله ومن عدف أولئك أصحاب النار ينتهى خالدهم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل جفار نكيم إن الذين آمنوا أعملوا صلحة وقاموا صلاة لوعاتهم وزكة لهم أجرهم عند ربهم فلا خوف عليهم ولهم يحزرون يا أيه الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤبرين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرهم من الله ورسوله وإن تبعوا تنفركم رؤوس ومعاليكم لا تظلبون ولا تظلمون فإن كانت عسرتهم فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعالون واتقوا يوم أن ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبتهم لا يظلون يا أيه الذين آمنوا ذاتا دائمتم بديني إلى أجل المسلم فاكتبوا ولا يكتب بينكم كاتف بالعبد ولا أبا كاتب من أن يكتب كما علمه الله يا أيه الذين آمنوا إذا تداينتم بديني إلى أجل المسلم فاكتبوا وليكتب بينكم كاتف بالعبد ولا أبا كاتب من أن يكتب كما علمه الله فليكتب واليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق السفيئا وضعفا ولا يستطيع أن يمله فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكنا رجلين فراجل ومرأتان ممن ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداؤهم فتذكر إحداؤهم الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا وكبيرا إلا أجله ذلكم أقصتوا عند الله وأقوموا لشهادة وعدنا وعدنا أن لا ترتابوا إلا إلا أن تكون تجارة حاضرة تدير مها بينكم فليس عليكم جناحنا لا تكتبوها فأشهدوا إذا تباعكم لا يضعر كاتبهم ولا أشهد فإن تفعلوا فإنه سق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم فإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتب فرعان مقبضة فإن أمين بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمل أمانته وليتق الله وليتق الله ربه ولا ولا تكن مشاهدة من يكتما فإنه آثم من قلبه والله بما تعمل عليم لله ما في السماوات ينفله فإن تبدوا ما فيه أنفسكم وتقفوا حسنكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسل بما أمزله من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطانا وفرانك ربنا وإليك المنصر لا يكالف الله نفسني لا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو وفقانا ربنا ولا تحمل علينا إسران كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين